الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العلي العظيم توجد دار معروضة للبيع بقيمة مليون دينار من يشتريها الناس في إمكانية شراء هذه الدار ينقسمون إلى خمسة أصناف الصنف الأول من له أكثر من مليون دينار الأرباح الصافية له بعد استثناء الديون عنده أكثر من مليون أكثر من مليون بقليل مليون ومائة ألف أو أكثر من مليون بكثير ملايين عشرات الملايين هؤلاء يتمكنون أن يشتروا هذه الدار بكل سهولة الفئة الثانية من يملك بعد استثناء الديون يملك مئة يملك مليون بالضبط هؤلاء أيضا يتمكنون أن يشتروا هذه الدار ولكن من دون وجود فائض لهم يساعدون به غيرهم الفئة الأولى تتمكن أن تشتري وتساعد الفئة الثانية فقط تتمكن أن تشتري هذه الدار لا تتمكن أن تساعد أحدا الفئة الثالثة الذين عندهم أقل من مليون أقل من مليون بقليل عنده تسعمائة وخمسين ألف أو أقل من مليون بكثير كل ما يملك بعد استثناء الديون ألف دينار هؤلاء لا يتمكنون أن يشتروا هذه الدار إلا إذا ساعدهم غيرهم بتكميل هذا النقص الفئة الرابعة الذين ليس لهم شيء صفر الفئة الخامسة أسوأ من الفئة الرابعة ليس لهم شيء وعليهم ديون يعني تحت الصفر هذا في شراء دار بقيمة مليون نفس هذه المعادلة في هذا الجانب طبعا ونفس هذه الأقسام تكون لشراء الجنة أن تكون لك دار في الجنة نفس هذه المعادلة الناس في إمكانية شراء الجنة في إمكانية دخولهم الجنة ينقسمون إلى هذه الأقسام الخمسة بعض الناس طبعا أول شيء في يوم القيامة يحسبون حسناتك كم هي كذا ثم يبدأون ينقصون من هذه الحسنات حقوق الله عز وجل التي لم تؤدها صلاة ناقصة صيام غير تام حج كذا حقوق الناس عليك هذا الذي اغتبته ذاك الذي أكلت ماله ظلما خمس لم تؤده الخمس فيه حق الله فأن لله خمسه وفيه حق الناس وللرسول ولذ القربى واليتام والمساكين وابن السبيل ظلم ظلمت به أحدا من هذا القبيل حسناتك يجمعونها يستثنون منها حقوق الله عز وجل تنقص تنقص الحسنات يستثنون منها حقوق الناس تنقص تنقص المقدار الذي يصفو كم هو دخول الجنة مثلا يحتاج إلى مليون حسنا مثلا كم عندك الباقي الذي صفى الذي بقي كم هو بعض الناس عنده أكثر من مليون كمثال أقول مليون إما أكثر من مليون بقليل أو عنده ملايين من الحسنات هذا بكل سهولة يدخل الجنة برحمة الله تعالى ويتمكن أن يساعد غيره في دخول الجنة عنده فائض هذا عنده خمسمائة ألف نقص يعطيه ذاك عنده خمسين ألف نقص يعطيه ذاك عنده خمسة حسنات نقص خمس حسنات نقص يعطيه يتمكن أن يساعد يعطيه أيضا يعطي آخرين الفئة الثانية لا بعد حساب الحسنات ونقص نسميها الديون يصف له مليون بالضبط هذا الشخص يتمكن أن يدخل الجنة برحمة الله عز وجل ولكن لا يتمكن أن يساعد أحدا فئة ثالثة لا الذي يصف له أقل من مليون عنده ناقص يحتاج إلى شفاعتك أنت عنده ناقص عشرة آلاف حسن يتوسل بك أعطني عشرة آلاف حسن عنده ناقص حسن واحد يتوسل بك أعطني حسن واحد يطلب شفاعة شفاعة يعني ماذا يعني أن تقف إلى جانبه تكون شفيعا يعني ماذا يعني تقف معه لا يكون وحده إذا أعطاكه شخص أكمل لك هذا الناقص تتمكن أن تدخل الجن عندك تسعمائة ألف عندك تسعمائة ألف عندك تسعمائة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعين مثلا عندك ناقص حسن واحدة تحتاج تحتاج لما يعطيك حسن واحدة فئة رابعة لا ما عندها ناقص صفر العياذة بإله يوم القيامة يأتي ما عنده ولا شيء عمل أعمالا ولكن الديون غطت كل أعماله لين نهار كان يتعبد كذا الديون محسوبا الذي يصف له صفر فئة خامسة العياذة بالله تعالى حتى ليس صفرا تحت الصفر الديون غطت الحسنات نعم انتهت الحسنات تراكمت عليه الديون ما عنده مليون حتى يدخل الجنة ولا عنده حسن واحدة لا عليه عشرة ملايين للآخرين تعال غط العشرة ملايين توا تصير صفر من هنا نعرف جانبا من جوانب الشفاعة 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 هنا بعض الناس عنده فائض يتمكن أن يشفع بمقدار فائضه عنده فائض قليل يتمكن أن يساعد شخصا واحدا خمسة أشخاص عنده مليون إضافي هذا المليون يقسمه بين عشرة أشخاص من أحبابه خلاص انتهي المليون الفائض خلاص لا يتمكن أن يساعد شخصا آخر بعض الناس عندهم فائض كبير جدا يحتاج مليون عنده مليارات اشفع اشفع اللي عنده نقص واحد واشفع اللي هو صفر ما عنده ولا شي اعطهي مليون ادخله الجنة اشفع ذاك الذي عنده هو تحت الصفر عنده ناقص عنده عفوا صفر وتحت الصفر عنده ديون كم عليه ديون عشرة ملايين يعطيها عشرة ملايين يعني ملايين يحتاج مليون اضافي مليونها من الجنة لدخول الجنة شفاعة كبيرة الرسل الاوصياء كيف نرى ان الرسول في كل أمة يتمكن ان يشفع لكل أمته يعني ماذا يعني عنده فائض كبير جدا يغطي مشاكل كل أمته اذا اراد ويأتي هناك محمد وآل محمد صلى الله عليه عندهم فائض لا يغطي فقط الأمة هذه يغطي كل أهل العالم الله الله صلى الله عليه وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد يعطونه يعطونه الآن يحتاج مليون مثلا إلى أن يدخل الجنة يعطونه بإمكانهم حسب ما يرون الحسنات والسيئات هذا طبعا مثال نذكر أعدادا أرقاما هذا مثال قضية الشفاعة أعمق بكثير بكثير من هذا الذي ذكرنا هذا تقريب الصورة عندك فائض تتمكن أن تشفع عندك نقص والعياذ بالله تحتاج إلى شفاعة الحسنات والسيئات ليست نافعة في نافع الحسنات وضار السيئات ليست فقط في القيامة جزء منها في الدنيا الحسنات لها آثار إيجابية السيئات لها آثار سلبية حتى في الدنيا لماذا ورد أن الإنسان يقترب من الطيبين الإنسان يبتعد عن الخبثاء لماذا الطيب يؤثر الطيب يؤثر في الدنيا عمله يؤثر عمله يؤثر في نسله أثراً إيجابياً هذا طيب تحمل مشاكل تواضع لهذا وذاك من المؤمنين سمع كلمة من مؤمن ما رد عليها عمله أعمالاً صالحة هذه الأعمال الصالحة بعض آثارها في نسله في الدنيا بعض آثارها في أصدقائه حتى الصديق ينتفع الصديق في الدنيا ينتفع من طيب صديقه غير الآخرة غير الشفاعة في الآخرة حتى في الدنيا ينتفع العياذ بالله تعالى الخبثاء يؤثرون أثراً سلبياً في نسلهم في أصدقائهم الحساب المعادلة أعمق مما ذكرنا بكثير آثار دنيوية يقال أن سيد حسين القمي رضوان الله تعالى عليه فقيه كبير المرجع أعلى في زمانه كانوا في سفر مع مجموعة من أصحابه من الفقهاء يقال هكذا الذي أتذكر من القضية السيارة السيارات القديمة القضية قبل لعلهما يقارب من تسعين سنة السيارة تعطلت في الطريق الطرق الوعرة والسيارات التعبانة تحتاج تصليح هذا التصليح يطول ساعات أجمعات فقهاء جلسوا تناقشوا استفادوا من وقتهم ساعة ساعتين نقاش علمي هذا يستفيد ويفيد ذاك يستفيد ويفيد هذه من أعظم العبادات ساعة ساعتين تعبوا بدأوا يتجولون في الصحراء في تلك المنطقة يكتشفون إن شاء الله معمل حسن أحدهم انزوا عنهم بعد النقاش انتهى النقاش الآن ونسى لا ما أريد ونسى انزوا عنهم زاويته ننشغل بالعبادة هذه العبادة الاجتماعية الاستفادة والإفادة ثم نشغل بعبادة فردية صلاتهم عبادتهم قراءة قرآن بعد ساعات السيارة جوزت تعالوا تفضلوا جاو أصحاب ذلك الفقيه سألوا منه ماذا صنعت قلت قال كنت حتى يتعلم قال كنت شغلت ببعض العبادات ماذا صنعت صليت بعض الصلوات قرأت ثمانية أجزاء من القرآن استفادت من وقتي لحظات وقتي هذه ثمينة يقولون سيد حسين القمي قال له أصحابه الفقهاء قال لو رأيتم أولاد هذا الفقيه ارتقوا أي رقي لا تستغرب وهذا من آثار أبيهم الأب الطيب يؤثر في أولاده نعم عنده رصيد فائض دنيوي مثل الشخص الذي عنده رصيد ماد مالي إضافي يتمكن أن يخدم أولاده يتمكن أن يخدم أصدقاءه عنده فائض هذا عنده فائض فائض دنيوي آثار دنيوية للأعمال الصالح العياذ بالله تعالى الأعمال السيئة آثار دنيوية فيها ابتعد عنه صاحب الأعمال السيئة الإنسان أجلكم الله الخبيث ابتعد عنه يؤثر سلبا عليك حتى على أصدقائه يؤثر سلبا ولكن الأصل في الآخر هناك عبارة جدا 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 جميلة جميلة جدا وبالنسبة إلينا مريحة جدا بالنسبة إلينا هذه العبارة تحمل أملا من أعظم ما يتصور من الآمال عبارة جدا جدا جميلة في إحدى زيارات المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بكم 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 إلى أن نقرأ وبكم يا آل رسول الله أنتم بكم وبكم يدرك يدرك يعني يتدارك وبكم يدرك الله ترى يعني نقص وبكم يدرك الله كل مؤمن يطلب بها اللهم صلى على رحمة الله المؤمن النقص الذي عنده الله عز وجل يتداركه بكم صير نقص نعم الله يتدارك هذا النقص بكم وبكم يدرك الله ترى كل مؤمن يطلب بها يطالب بهذه الترى حساب دقيق في يوم القيامة نقص عنده حساب بالمل حسب تعبيرنا بالمثاقين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة مثقال يعني ثقل وزن يعني وزن ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والعياذ بالله تعالى بكم يدرك الله ترى كل مؤمن يطلب بها كيف يتدارك أقرأ لكم حديثا شريفا وأختم كلامي الحديث حديث مفصل أنا أقرأ لكم مقطعا من هذا الحديث الشريف هذا المقطع أيضا طويل أقرأه بسرعة من دون تعليق الحديث في تفسير الإمام العسكري صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلا قال رسول الله صلى الله عليه وعلا في مقطع من هذا الحديث الشريف أما إن منظر في يوم القيامة النبي صلى الله عليه وعليه يذكر هذا المنظر هذا الذي سيحدث أما إن من شيعة علي لمن يأتي يوم القيامة وقد وضع له في كفة سيئاته من الآثام ما هو أعظم من الجبال الرواسي والبحار التيارة والعياذ بالله تعالى البحار التيارة سريعة الجريان الكثيرة الماء هكذا آثامه هكذا تقول الخلائق هذا الوضع هذا وينما كان ذنب واحد لا يغفر يدخل الإنسان إلى جهنم ذنب واحد أصغر الذنوب لا أقول ذنب كبير أصغر الذنوب واحد واحد ذنب واحد من أصغر الذنوب إذا لم يغفر يدخل الإنسان إلى نار جهنم العياذ بالله تعالى هذا عند هذا الكم الهائل حسب تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق قال لا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أعظم من الجبال الرواسي والبحار التيارة تقول الخلائق هلك هذا العبد خلاص منتهي هذا فلا يشكون أنه من الهالكين وفي عذاب الله تعالى من الخالدين لا يشك أحد في القيام فيأتيه النداء من قبل الله عز وجل يا أيها العبد الخاطئ الجاني هذه الذنوب الموبقات الجاني هذه الذنوب الموبقات فهل بإزائها حسنات تكافئها عندك حسنات تغطي هذه السيئات نعطي من حسناتك إليهم إلى هؤلاء الديان عندك فتدخل جنة الله عز وجل برحمة الله أو تزيد عليها فتدخلها بوعد الله يقول العبد لا أدري طبعا هو يدري ماذا يقول عندك حسنات يقول لا أدري فيقول منادي ربنا عز وجل فإن ربي يقول لك أنت أنت العبد الخاطئ الجاني فإن ربي يقول نادفي عرصات القيامة أطلب مساعدة من يساعدني نادفي عرصات القيامة ألا أني فلان ابن فلان من أهل بلدي كذا وكذا قد رهنت بسيئات كأمثال الجبال والبحار ولا حسنات لي بإزائها فأي أهل هذا المحشر كانت لي عنده يد أنا خدمته من من الناس قدمت له خدمة كانت لي عنده يد أو عارفة يعني معروف أو عارفة فليغثني بمجازاتي عنها فهذا أوان شدة حاجتي إليها هذا الشخص الملك يقول له نادف العرصات هكذا نداء فينادي الرجل بذلك يوجد من يجيبه النبي صلى الله عليه وآله يقول فأول من يجيبه علي بن أبي طالب لبيك 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 الإمام هكذا يقول له من بعيد يناديه لبيك 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 أيها الممتحن في محبتي أنت كنت من شيئتي من محبي المظلوم بعداوتي الذين عادوني أنا ظلموك أنت الإمام من بعيد يناديه أولا ثم يأتي هو المولى صلى الله عليه ثم يأتي هو ومعه عدد كثير وجم غفير من شيئته يأتون عدد كثير يريدون أن يساعدوه وإن كانوا أقل عددا من خصمائه الذين لهم قبله الظلامات لا خصمائه أكثر عدد هؤلاء الشيع الذين يأتون مع مولاهم لمساعدته عددهم أقل فيقول ذلك العبد فيقول ذلك العدد أولئك الذين كانوا مع أمير المؤمنين صلى الله عليه يا أمير المؤمنين نحن أخوانه المؤمنون كان بنا بارا ولنا مكرما وفي معاشرته إيانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعا يحسن إلينا ويتواضع لنا وقد نزلنا له عن جميع طاعاتنا وبذلناها له كل طاعاتنا تنازلنا له هذا الشخص كل الطاعات يعني ما بقي لكم شيء فيقول علي صلى الله عليه فبماذا تدخلون جنة ربكم إذا أعطيتم كل الطاعات لهذا الشخص ماذا يبقى لكم فيقولون برحمة الله الواسعة التي لا يعدمها من والاك ووالا آلك يا أخ رسول الله اللهم صلى على محمد وعلى الله نصير صفرا عندنا شيء الذي عنده هذا الشيء لا يعدم دخول الجنة فيأتي النداء من قبل الله عز وجل يا أخ رسول الله هؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا له فأنت ماذا تبذل له فإني الله عز وجل يقول فإني أنا الحاكم أو أنا الحكم في نسقة أخرى ما بيني وبينه من الذنوب قد غفرتها له بموالاته إياك وما بينه وبين عبادي من الظلامات فلابد من فصل الحكم بينه وبينهم حقي أنا أسقطته حق الناس بقي فيقول علي صلى الله عليه يا رب أفعل ما تأمرني ماذا أفعل أنت أمرني فيقول الله عز وجل يا علي اضمن لخصمائه تعويضهم عن ظلاماتهم قبله قل لخصماء أنا أعطيكم بدل هذا الشخص أنا أعطيكم من حسناتي فيضمن لهم فيضمن لهم علي صلى الله عليه ذلك ويقول لهم لخصماء ويقول لهم اقترحوا علي ما شئتم اعطيكموه عوضا عن ظلاماتكم قبله ماذا تريدون أعطيكم فيقولون يا أخا رسول الله هذه الذنوب الآثام التي النبي صلى الله عليه وآله عبر عنها أعظم من الجبال الرواسي والبحار التيارة ليست قليلة في مقابل هذه ماذا تريدون يقولون فيقولون يا أخا رسول الله تجعل لنا بإزاء ظلاماتنا قبله ماذا ثواب نفس من أنفاسك ليلة بيت تتك على فراش محمد رسول الله الله وعلى الله ثواب نفس واحد فيقول علي صلى الله عليه قد وهبت ذلك لكم فيقول الله عز وجل فانظروا يا عبادي الآن إلى ما نلتموه من علي فداء لصاحبه من ظلاماتكم أعطاهم ثواب نفس واحد من أنفاسه ليلة المبيت انظروا ويظهر الظاهر الكلمة هكذا أو يظهر يظهر لهم ثواب أو يظهر الله عز وجل لهم الثواب ويظهر لهم ثواب نفس واحد في الجنان من عجائب قصورها وخيراتها فيكون من ذلك ما يرضي الله عز وجل به خصماء أولئك المؤمنين ثم ثم يريهم ثم يريهم بعد ذلك من الدرجات والمنازل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر في نسخة أخرى ولا خطر على قلب بشر هؤلاء يستغربون يرون هذا الشيء الهائل يتصورون أن هذا كل الجنة فيقولون يا ربنا هل بقي من جناتك شيء إذا كان هذا كله لنا فأين يحل سائر عبادك المؤمنين والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين النبي صلى الله عليه وآله يقول ويخيل إليهم عند ذلك أن الجنة بأسرها قد جعلت لهم فيأتي النداء من قبل الله عز وجل يا عبادي هذا ثواب النفس من أنفاس علي بن أبي طالب الذي قد اقترحتموه عليه قد جعله لكم فخذوه وانظروه فيصيرون هم هؤلاء الخصماء الذين أعطاهم الإمام وهذا المؤمن الذي عوضهم علي عنه إلى تلك الجنان يذهبون إلى الجنان ثم يرون ما يضيفه الله عز وجل إلى ممالك علي صلى الله عليه في الجنان ما هو أضعاف ما بذله عن وليه الموالي له مما شاء الله عز وجل من الأضعاف التي لا يعرفها غيره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله النبي قرأ آية قرآنية ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم المعدة شجرة الزقوم يا رسول الله المعدة لمن أم شجرة الزقوم المعدة لمخالفي أخي ووصي علي ابن أبي طالب اللهم صلى على محمد الله لازلنا في الدنيا نتمكن أن نستزيد من الحسنات أن نتوب من السيئات أن نتقرب إلى الطيبين إلى سادة الطيبين صلوات الله عليه وللحديث صلة أن وفقنا لها اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة